الحاجة الأهم بقى التحكيم شوفوا الفارق ما بين التحكيم هنا والتحكيم في الدور المصري الناس نسأل بقى ما تقولش جاء الدور المصري الحكام على أعلى مستوى برد أعلى مستوى لا بس فيه أخطاء تحكيمية للأمانة احنا بنشوف نفس اللعبة كابتن اسلام نفس اللعبة اللي بتحصل في الدور المصري سبحان الله سبحان الله ان هي بتتكرر في بطولة كاسة العرب سبحان الله يعني نفس اللعبة في كل حاجة يعني مثلا لعبة أيمن أشرف الهدف بتاع أيمن أشرف في البنك الأهلي نفس اللعبة قررت في مباراة قطر وتحسبت جوء وتحسب الجوء عندنا لعبة ما تحسبتش جوء يعني هي اللعبة ده نفس اللعبة يعني في مباراة أيمن أشرف في البنك الأهلي واللعبة في مباراة قطر اتحسب نفس اللعبة إيه الفرق ما بين التحكيم ده في وجود الفار والتحكيم المصري ده السؤال اللازم نطرحه إيه الفرق ها الإمكانيات طبعا وكل حاجة ولكن ما انت برضو بتشوف الصورة يعني ناف بتروح للفار وبتشوف الصورة وبتشوف نفس الشكل الفرق هات برضو اللعبة التانية فيه اكتر من اللعبة يعني احنا جايبين كذا لعبة دي بص حدك ده ماتش الزمالك وسيراميكا طبعا ضربة الجزاء الشهيرة اللي الناس نسيتها بقى عشان بتقوله تكسل عرب نفس اللعبة برضو في مباراة قطر كانت شدة ده شدة خفيفة خالص والحكم راح وحسبها هنا بقى الشدة كان فيه شدة ده وفيه دفعة من حمزة المسلوسة وما تحسبتش طب ده المشكلة ان كمان ما بيروحش للفار يعني انا مش عارف بصراحة لو مستمعين كمان اي اعتراضات ولا اي حاجة بتحصل فيه يعني الناس كلها بالعكس مبسوطة بمستوى التحكيم يعني انا ما سمعتش لو انتو سمعتوا قلولي برضو مستوى التحكيم قللي قللي دي دي كمان لعبة نفس اللعبة كرة هنا عدت الخط يمكن بتاعتنا معديها الخط اكتر في مباراة الالي تعاجز هنا فيه تكنولوجيا ومباراة بايران ميونخ في الليال الاخيرة بايران ميونخ وبرشلونة نفس اللعبة مباراة الاهلي وطلع على الجيش وبرضو اتحسب ايه الفرق السؤال يعني كابتن هل فيه في الفترة دي حصل معسكرات للحكام وحصل تطوير ومراجعة للاخطاء دي ولا بيحصل ايه في الفترة الحقيقة ولا انا متطم لان كابتن عصام بقاله بتاع 4 5 6 7 ايام او اسبوع 10 ايام ما بيقولش تصريحات فانا ده كويس لانه هو الحقيقة الفترة ما قبل الفترة اللي فاتت كان كل يوم صبح وظهره بالليل تصريحات فيمكن دلوقتي يكون مركز مش كابتن عصام كل لجنة التحكيم يعني بس ليه ما فيش حكم مصري في البطولة ليه ما فيش حكم مصري مثلا بيحكم في نهاية دورة ابطال افريقيا او مثلا نص نهاية عشان طبعا النادي الاهلي بيبقى موجود فانت على الاقل نص نهاية ليه ليه ما فيش في كاسة الامة الافريقية ده السؤال يعني ده السؤال ليه التحكيم المصري احنا طبعا بندعم الحكام ويعني انا واحد من الناس اللي بتحب الحكم محمود البنة جدا كحكم بس تمتع بيه ولكن احنا بندعم الحكام ولكن لازم احنا كلنا نقف ونحاول نطور الفترة الجانة نشوف الاخطاء دي احنا شفنا المقارنة لو بصحك الناس مش حاسة بالتحكيم خالص في مباراة مصر كل مباراة مصر في البطولة بصراحة التحكيم بتبقى واثق ان القرار مية في المية صح مفيش حد بيعترض فاكرة اللي هي فاكرة التحكيم اللي في القناة تحس ان هي قيمتها قلت شوية او مش موجودة عكس في الدورة المصري هنا بتلاقيها رقم واحد في المجاهدات صح ليه اعلان دينا فعلا في القناة هنا بتلاقي الموضوع بعد السوديو التحليلي كابتن ناصر قال لا ده الحكم الايراني طبعا اللي حيحكم مباراة مصر وتونس ان شاء الله هقول لكم اسمه ايه دلوقتي هقول لكم يعني فالحقيقة برضو اعتقد ان الامور يا رب فيه حاجة تانية برضو يعني خليني ماشين يعني يعني التحكيم ده اصله ما هو الواحد لما بيتفرج وبيبص على جمال البطولة تحس ان التحكيم هناك مختلف تماما كريم يعني التحكيم تحس ان انت مستمتع بالتحكيم الحجم هو راح للفار يبص تحس يعني ضربة الجزاء بتاعت زيزو اللي هي تلاغت حكم طبعا اسمه علي رضا يعني احد تتكلم هو علي رضا فغاني فهو حكم ايراني سيقود مباراة منتخابنا الوطني امام منتخاب تونس ضربة الجزاء بتاعت زيزو اي لمسة يد على المهاجم داخل منطقة الجزاء تحتسب هاند بول ده القانون الجديد فانت بتشوف القانون يعني سرعته وجماله يعني بصراحة